السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين. اتمنى ان انتم تكونوا بخير. تكلمنا في حلقة قبل كده عن تحديث شاشة جراهي عن طريق الفلاشة. وازاي ناخد نسخة من الفلاشة او من السفت الموجودة على الجهاز. بالنسبة للملفة القنوات او الملفة اللي موجودة عندي على الشاشة. عن طريق اليو اس بي. وازاي ناخد نسخة من الملف دو انو نحفظه عندنا سواء على الهارد ديسك او على الكمبيوتر او على الفلاشة او على كرت موموري او اي مكان بالنسبة للملف وان شاء الله تكملها للحلقة اللي فاتت اللي اسبها لكم في الرابط اسفل الفيديو في الوصف. بالنسبة للنسخة اللي اسحبنا قبل كده ممكن نعدل علاقة عادي. عن طريق الكمبيوتر. او لو احنا حابين نضيف حاجة او نهزف منها اي حاجة. بالنسبة للملف ونرجع نضيفه تاني على الشاشة. حلقة النهاردة ان شاء الله هنعرف ازاي نضيف الملف اللي سحبناه. او لو جايبين ملف جديد خالص من على الكمبيوتر او من على النيت او من اي مصدر وحابين ان احنا نضيفه للشاشة. هنعرف ازاي ان احنا نضيفه في الحلقة دي. بس بشرطة تتابعوا معي نفس الخطوات. تجنبا لاي مشكلة وعشان ما نقاش في اي مشاكل. ده بالنسبة لشاشة جروهي. تكملة لشرح الشاشة شرح شاشات ال اي دي. الموجودة في السوق حاليا. وبنتكلم في الحلقة عن موضوع تحدثات شاشة جروهي. عشان انزل ملف او عشان احدث الملف اللي عند اللي موجود حاليا على الشاشة. بنتبع نفس الخطوات بالترتيب. وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط جدا. بشرطة نتبع نفس الخطوات عشان نطلع بنتجة كويسة. وصدقون ان شاء الله انا سهلك الموضوع الاخر على قد مقدر. يلا بنا ان شاء الله نعرف الطريقة واحدة واحدة. اول حاجة لازم يكون عندي فلاشة من اي نوع. سواء الفلاشات الكنجستون او كروت الممر اللي هي الزغيرة الموجودة في السوق اللي احنا بنحطها في الموبايل عادي. اي فلاشة عادي. وبالنسبة لنفس انا بستخدم الكنجستون لانها سهلة جدا. نفس الشكل اللي بين قدام كل وقت في الشاشة. سهلة جدا وسريعة بالنسبة للنقل والتحميل. تاني خطوة ان شاء الله بضغط على زرار المينيو اللي في الرموت هيزهر لكلمة هوم. كلمة اللي قدام دي اول كلمة بتزهر في المينيو. عشان اتاكد ان الممر تمام. وان الشاشة ما فيش اي مشكلة وان الفلاشة ملفاتها مزبوطة. بضغط من المينيو. على الهوم. بضغط اوكي. هيزهر لي المالت ميديا. بضغط على اوكي. هيزهر لي مجلد اسم الفولدر. بضغط على اوكي. بعد كده هيزهر معي تلات ملفات موجودين على الفلاشة بتاعتي. ده واحد منهم اللي هو الساتليت. والتاني على مكتوب جنبه. والتالت هيبقى مكتوب على الشانل. كده يبقى تأكد ان الملف اللي عنده مزبوط. طبعا التلات مفات بيبقى موجودين. موجودين خارج الفلاشة او موجودين متحملين على الفلاشة من الخارج. كده يبقى الملف مزبوط ما فيش اي مشكلة. ندخل بعد كده. بعد ما تأكدنا من سلامة الملف بنضغط مينيو. ولو انا واقف على اي حاجة تانية غير كلمة هوم. شرطة اساسي ان انا بقى واقف على الكلمة اللي موجودة قدام حضراتكم اللي هي هوم اول قيمة اول حاجة في القيمة واي شاشة مش موجودة عليها كلمة هوم دي ان بخرج من وضغط مينيو عشان يطلع لكلمة هوم. تاني خطوة ان شاء الله بضغط من المينيو. بعد ما ضغط من مينيو افتع لهم بضغط واحد واحد اربعة سبعة. واحفظوا الارقام بالترتيب. واحد واحد اربعة سبعة. هيزهر معايا القيمة اللي قدام حضراتكم. بنزل على خمس واحدة. اللي هي بضغط اوكي. هيزهر معايا قيمة تانية بعد كده. بنزل على خمس واحدة. مكتوب عليها امبرد. امبرد واكس بورت. بضغط عليها اوكي. يبقى انا كده عديت خمس خطوات. من فوق وانا نازل. وضغط اوكي. وارجعت عديت خمس خطوات وضغط اوكي. لحد كده الموضوع سهل جدا. هيزهر معايا قيمة. فيها الامبرد والاكس بورت. طبعا انا موضوع الحلقة النهاردة. هختار كلمة امبرد. اللي هي تانية واحدة. وبضغط عليها اوكي. محتاج ان انا احمل الملف. مجرد ما بنزل على كلمة امبرد ديا واضغط اوكي. وارجع عديت تاني. انا بنزل خمس خطوات لتاحت. واضغط اوكي. وخمسة بعد منهم لتاحت واضغط اوكي. وبعد ما بضغط على امبرد اوكي. هيزهر لكلمة يعني تمت العملية بنجاح. مجرد ما بخرج من القيمة. الان عندي القيمة بتاعتها زهرت عادي ما فيش اي مشكلة. اول ما بضغط على الانتر اللي في نصر الموت. بيزهر لقيمة القنوات. هيزهر معي قناة المجد قرآن الكريم. في الاول في اول القيمة خالص. ولو قلبت في بقية القيمة. الان عندي كل القنوات موجودة بالترتيب. اللي هي قنوات القرآن. وبعد منها قنوات الاخبار. وبيع لها الان بي سي مصر. واحد واتنان. وكل قنوات الجديدة زي وقنوات اطلب. ومجموعة قنوات الشاشة. والبانوراما وكل القنوات الجديدة. يعني الملف موجود عليه كل الخنوات. وملف جميل وممتاز جدا. وبكده يبقى انا قدرت ان انا نحمل الملفة بكل سهولة. ده كان موضوع حلقته النهاردة. وبأمانة من اجمل الشاشات الموجودة في السوق من حيث السهرة والجودة. شاشات جميلة جدا جدا. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.